السيد براين مبادرة ريتشارد هاس الجديدة المتعلقة بالسياسة الخارجية الأمريكية تجاه إسرائيل وحماس هاس المعروف بدوره الطويل كرئيس لمجلس العلاقات الخارجية قدم الخطة لكبار المسؤولين في إدارة بايدن كيف تقيم هذه المقترحات وفي الحقيقة لو كانت الإدارة الأمريكية اتخذتها لشكلة نقطة انطلاق لحلحلة الأزمة في الشرق الأوسط سيد براين لا أعتقد أن هناك الكثير في هذا الاختراح ويرجع ذلك جزئيا إلى أن هذه هي الأشياء التي تقدمها مؤسسات الفكر والرأي المفكرون مثل ريتشارد هاس وأنا مثله أفعل ذلك كل أسبوع نقترح الأفكار والإدارة الأمريكية تأخذ بها أو قد لا تأخذ وعلى الرغم من أن ريتشارد هاس لديه مكانة خاصة لأنه الرئيس السابق لمجلس العلاقات الخارجية لا أعتقد أن أفكاره ذات فوائد ملموسة وعملية لإدارة بايدن في الوقت إنه نوع من التفكير المتفائل بأن يتحدث الرئيس مباشرة إلى الشعب الإسرائيلي لمحاولة تغيير شروط كيفية سير هذا الصراع لكنني لا أرى جدوى كبيرة من ذلك ولا أتفاجأ عندما أسمع في مقدمتك أن الرد عليها فاترا يبدو الأمر وكأنه عصف ذهني القتال مستمر بين إسرائيل وحماس ويبدو الأمر كذلك محاولة تقريبيا لتجنب القضايا الحقيقية مثل وقف إطلاق نار مستديم نعم ولكن سيد براين ثواتت الولايات المتحدة للمرة الثالثة في مجلس الأمن الدولي لمنع أو فيتو لقرار لوقف أو هدنة إنسانية في قطاع غزة معللة ذلك بأن هذه الهدنة سوف تضر بمسألة التفاوض على إطلاق صراح الأسرة إذا كانت الهدنة في الأساس لإطلاق صراح الأسرة وتقديم بعض المساعدات الإنسانية للفلسطينيين لماذا برأيك تعمل الولايات المتحدة للمرة الثالثة على وقف هذا القرار الذي تقدمت به الدول العربية في مجلس الأمن؟ كما أفهم فإن الولايات المتحدة لديها قرار بديل للأمم المتحدة يتحدث عن وقف إطلاق النار أحد الأشياء التي لا تريدها واشنطن هو تقويض الجهود الدبلوماسية لدول مثل مصر وقطر التي تعمل منذ أكثر من شهرين لمحاولة تأمين وقف إطلاق نر آخر وإطلاق صراح الرهائن كما فعلوا في نهاية نوفمبر رأوا البيان الذي اقترحته الجزائر في مجلس الأمن غير مثلر في تحقيق هذه الهدنة قبل شهر رمضان أعتقد من الصعب فهم جميع الديناميكيات المختلفة التي قد تؤدي إلى ذلك التأثير على إمكانية تحقيق وقف إطلاق النار نأمل جميعا أن تتحقق الهدنة وبهذا المنطق وضحت إدارة بايدن سبب استخدامها حق النقد ضد هذا القرار واخترحت قرارا آخر نأمل جميعا أن تتحقق الهدنة